بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو ده نتكلم عن حاجة حاجة جديدة. طبعا احنا اخذنا المرات اللي فاتت المرة فاتت وقفنا عند واتكلمنا عن ومن ضمن طبعا حاجات اللي هي خاصة واللي نستفيد منها يعني اللي بتحسب ازاي بتحسب 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 وتحسب وهكذا. ناردنا نتكلم عن حاجة مهمة جدا حاجة اسمها يعني فيتشور سيليكشن يعني اختيار العناصر المهمة اللي هتدخلها في الموديل بتاعك. طيب تعال نشوف مثال كده. لو احنا عندنا مسلا آآ فايل ده فيه عبارة عن فيتشرز وآآ يعني عبارة عن مجموعة من فيتشرز ومجموعة من اللي هي بتاعتي. نبص عليه كده. فمسلا هو بيقول لي ادي الكود. لو احنا جينا بس بيقول ادي كود بتاع الطالب مسلا. وادي الكود بتاع البرزنتيشن والآي دي بتاع الطالب والجندر. وعندنا الريجون لمنطقة اللي هو فيها. وعندنا مسلا ادي مجموعة من الفيتشرز الموجودة عندي. وآخر الفيتشر خالص يعني اللي بتحدد لي هو الطالب ده في انهي كلاس وهيبص هيعدي الامتحان ولا ولا بص يعني هيعدي ولا مش هيعدي. طبعا? وطبعا فيه كلاسز تانية اللي هي فيل يعني يرسب في الامتحان ولا هيعدي ولا ولا مقبول ولا يعني شوية كلاسز كده في الاخر يعني. فطبعا يا كلاسز دي في الاخر دي بالنسبة لنا ده يعني لو جينا حددنا كده. فده بالنسبة لنا اللي هو ايه? ده بتاعنا. هيبص ولا لا يعني? على حسب عدد الكلاسز الموجودة. وعندي كم فيتشر هنا لو جينا نشوف كده عدد الفيتشرز الموجودة كم فجينا وصلنا الاخر كده اللي هو تلاتلاف متين او تنين وتلاتين الف خمسمية اربعة وتسعين ريكورد. طيب. طبعا دي اده عدد ريكورد زي ما جون عني. طبعا عندي كم فيتشر? عندي مسلا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشة. طيب. انت دلوقتي لما تجي تشغل على موديل. هل انت هتدخل كل الفيتشرز زيت عشان يعني بتعملها تريلينج عشان بعد كده تعمل تستيج يعني. مش بالضرورة تدخل كل الفيتشرز دي لانه في فيه مثلا ممكن ما تأثرش على بتاعتي. يعني مسلا مثال هل الجنس نفسه او او خلينا مسلا لو عندنا مسلا اسم طالب هنا. هل اسم الطالب بيأثر على هو هينجح ولا مش هينجح? لا طبعا. فانا ممكن استغنى عن اسم الطالب مسلا ممكن استغنى عن الاي دي بتاعه لان الاي دي برضو ممكن مفيدش في حاجة. ممكن استغنى عن مسلا لكن ممكن يعني لازم استغنى بحاجة اسمها الحاجات الخاصة بيديوكيشن نفسها. هو مؤهل في ايه? اه مسلا جايب في البانده جايب من تحنات قبل كده من تسعين لمية في المية ولا جايب من عشرين لتبين في المية. فطبعا دي حاجات بتاعكم على الابوت اللي موجودة عندك اللي هو مفروض الاكشوال بتاعك. طيب. فده عبارة عن داتا سيت كده اسمها دي عبارة عن خاصة فيها مجموعة من الفيتشرز. وطبعا الفيتشرز كتير جدا تتين وثلاثين الف وحاجة. وعندي طيب. احنا قلنا ان داتا دي كبيرة جدا ان انا ندخلها على موديل مسلا. فاني المفروض نعمل حاجة اسمها آآ ان احنا ناخد افضل آآ افضل فيتشرز من هنا ندخلها على موديل. يعني مسلا هناخد المسلا ممكن ناخد او ممكن ناخد لو اعتبرنا مسلا دي بتأثر عن بتاحان ان مسلا طالب بعيد قوي عن الكلية او طالب قريب قوي. فبيضيعوا وقته في المواصلات فما بيعافش يزاكر حاجة زي كده يعني. وطبعا دي حاجة مهمة جدا اللي هي البند بتاعه او بتاعته عمل ازاي. طيب دلوقتي هل ينفع دلوقتي اه امتى انا احكم على ده ان هو اقدر اخذه معي في الموديل او لا. يعني دلوقتي لو عارف مسلا ان 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 الاسم بتاع الطالب او بتاعه ماشي انا عارفه. طب افرد انا معي شوية كده واخده مسلا من من حاجة طبية. وانا معرفش ايه الفيتشرز اللي بتأثر على بتاعي. اعمل ايه? فطبعا اه بتديك شوية حاجات اه يعني شوية كلاس كده اوتوماتيك هي بتعرف ايه علاقة الفيتشر. يعني بتحسب كده ايه علاقة الفيتشرز دية بالابوت. وتشوف انهي فيتشرز ممكن استغنى عنها وبيتشيلها من بتشيلها من الفيتشرز اللي عندك وتديك الفيتشرز بس اللي بتأثر على الابوت اللي عندك. طيب طبعا في طريقة اه مانيول لو انت عاوز لو انت عارف مسلا ان الريجن دي ملاش علاقة انا ممكن اشيلها مانيول باستخدام حاجة اسمه بندس. طيب انا مش عاوز اشتغل مانيول. احنا عاوزين نشوف بيعمل حاجات ازاي. طيب دلوقتي بقى نركز بقى عندنا تلات انواع من اه الفيتشرز سيليكشن. فاول نوع مسلا هو بيقول لي ايه? طبعا كلمة فيتشرز سيليكشن هو بيقول لك خاصة اه هي باختيار هي خاصة باختيار الفيتشرز المطلوبة والمؤسرة واستبعاد الباقين ويتم اختيارها بناء على مدى ارتبطها بالمهرج اللي هو الواي. طبعا احنا عارفين ان كل ده هو يعني من اول هنا كده. كل ده كل ده اللي هو بتاعي اللي هو بتاعي او وده بس اللي هو ايه? ده الواي. طبعا احنا عارفين في المشيط او عموما ان بتعبر عن بتعامل ازاي? طيب. تعال دلوقتي نشوف ايه الانواع بتاعتنا. فطبعا هو بيقول لي في عندك اربع عنواع حاجة اسمها اه وحاجة اسماها وحاجة اسمها وحاجة اسمها واحدة واحدة كده. اه طبعا هو بيقول لي اول نوع عندي هو بتستخدم حاجة اسمها انت بتتدي لها نسبة بتقول انت عاوز نسبة قد ايه من مسلا? يعني مسلا بتاعتك يا معروف ان هي مية في المية. يعني دول كلهم لو انا عاوز دي كلها دول كلهم 100 في المية. طب انا عاوز مسلا عشرين في المية. طب هو هياخد عشرين في المية على انهي اساس. طبعا لازم يكون فيه معينة او معينة بيعتمد عليها عشان يطلع لك العشرين في المية دول. اللي هما المفروض افضل فيتشيرز يشتغل علوم الموديل. طيب ايه الانواع ديت? او ايه التولز ديت? فعندك اتنين حاجة اسمها الاف آآ كلاس اف وحاجة اسمها الكاي سكوير. وطبعا مش لازم تعرف ايه الحاجات دي شغالة ازاي. احنا بس بنستقيم بي الحاجات دي عشان طلعنا عن ريزلت اللي احنا مفروض عاوزينه. طيب. نشتغل على طول في عشان نشوف الريزلت قدامنا. فهنيجي في عندنا طبعا انا اخد طبعا اللي هو الباص بتاع من منين? طبعا احنا عندنا هو اللي هو الديتا. وعندنا هنا اللي هو بناخد الباص ده. وبنحطه في ايه? عشان يفتح للاكواب بتاعك. دلوقتي فتحنا الباص بتاعنا بتاع اللي هو فنيجي نفتح اول فايل اللي هو ادي اول الفايل عندي. هنيجي نشوف بس ازاي بنعمل امبورت لي البرسنتايل. فطبعا احنا بنيجي على دي طبعا اللي هي المكتبة بتاعتنا وبنخش على الموديول وبن بنعمل امبورت لي. طبعا ده النوع الاول الموجودة عندي في الورد فايل. وطبعا هنعمل برضو امبورت لي او اللي بيستخدموا مع البرسنتايل اللي هي كلاس اف. طيب تعالي نشوف ازاي السيغة بتكتب ازاي وبعد كده نشوف المسال ده كله شغال ازاي? فعندنا طبعا ادي السيغة بتاعتنا عندنا ادي وبعد كده اسم وبفتح كوس وبديله هتشتغل بانهي الفونكشن يعني فبتشتغل بالفونكشن بتاعت القاية سكوير وطبعا انا كنتبتعه على طول ليه? لانا اعملها امبورت فوق. طيب بتاعتك اللي هي عشرين في المية انا بتقول له هاتلي عشرين في المية من الفيتشورز ان انت هتشتغل على الاساسية. فطبعا لو هم مثلا لو هم مثلا مية فهيجيب لك اا عشرين اا عشرين في منهم اللي هم عشرين مثلا عشرين فيتشور من المية يعني. فنيجي نشوف المثال بقى طبعا عشان انت طبعا تشتغل على المثال هنشتغل على المثال اللي هو بتاع اللود بريست كانسر وطبعا احنا اخدنا المثال ده قبل كده ازاي بنعمله اللود وازاي بنجيب الفيتشورز وازاي بنجيب الاكشوال اوبوت بتاعته عامل ازاي? فطبعا احنا بنجي على بنعمل امبورت اللود بريست كانسر اللي هو الابجكت بتاعنا بيساوي اسم الكلاص عشان ناخد منه اوبجكت وعشان نجيب الفيتشورز بنقول له الاكس بتساوي بريست ديتا دوت هو اسم الابجكت دوت دوت ديتا فبيجيب لك الفيتشورز والبريست ديتا دوت تارجت بيجيب لك ايه? بيجيب لك الاكشوال اوبوت. طيب تعال نشوف كده. فنيجي مسلا عاوزين نشوف فهنيجي نعمل نشيل بتاع الجزء ده كده عشان نشوف بتاعنا عامل ازاي? ونعمل استنى شوية كده بس لحد ما اللون ده يتحول الى رماضي او هيقول لي انت عندك دلوقتي خمسمية تسعة وستين رو او في تلاتين فيتشور. طيب خلي بالك دول تلاتين فيتشور دلوقتي. فتعال نشوف اسماء الفيتشورز لو انت عاوز تجيب اسماء الفيتشورز بيجيبها عن طريق ايه? طبعا الحاجات دي قلناها بليه كده. طيب عشان نجيب الاوبوت بتاعنا اللي هو الاوبوت قد ايه? وعاوزين او عاوزين نعرف برضو بتاع الاوبوت. هنشيل ده كده. ونرن بس السطرين دول كده. كنترول انت عندي خمسمية تسعة وستين وده بقعت طبعا حاجة منطقية خمسمية تسعة وستين اه اكشوال اوبوت لان كل ده لأوبوت بتاعه الخاص بيه. طيب. دلوقتي عندنا عدد تلاتين عندنا العدد بتاع الريكورد كلها خمسمية تسعة وستين. تعال بقى نجرب دلوقتي ازاي نعمل نستخدم البرسنتايل. احنا طبعا قدنا اوبوت اللي هو بيساوي السلكت اه برسنتايل وبتتدي له بتاعتك اللي هي نوع الفنكشن اللي تشتغل على اسمها كاي سكوير. وانت عاوز اد ايه او عاوز اه نسبة اد ايه من الفيتشورز اللي عندك انا عاوز عشرين في المية. وتعالي نعمل يعني ايه يعني اشتغل اللي بقى على الاكس فيتشورز وي الواي فيتشورز زي امي اللي علاقا بينهم باستخدام الكاي سكوير وهاتلي بس عشرين في المية من الفيتشورز المهمة اللي المفروضة دخلها على الموديل اللي انا هشتغل اللي بعد كده. فطبعا لما جنا نطبق السطرين دول كده كنتر ونيجي نشوف بقى دلوقتي هو اختار اد ايه فلو قلت مسلا يعني عشان اتأكد لو قلت له قاتلي بقى الاكس شيف دلوقتي بقى كنتر كده هيقول لي انت عندك مسمية تسعة وستين رو في ستة بس. يبقى طبعا كان مكتوب تلاتين في الاول كان عند تلاتين في الاول بس دلوقتي يبقى ستة بس. طيب مين الستة دل اللي عاوز تعرفهم? هنعمل حاجة اسمها فيتشور سليكشن دوت جيت سابورت. لو انا جيت على غنية السطر ده كده. هيقول لي انت عندك حاجة اسمها فولس فولس ترو فولس فولس يعني ايه الكلام ده? يعني الفيتشور رقم تلاتة والفيتشور رقم اربعة فعلا اه هو اختارهم. والفيتشور رقم النوع ده هو اختارها. طيب اعاوز عارف اسماء الفيتشور طبعا انت عندك سطر هنا كده اسمه اللي هو آآ بريست ديتا دوت فيتشور نيم. لو انا عملت kontrol انتر هيجيب لك اسماء الفيتشورز فطبعا قارن ما بين الترو ديت فين والاسم التالت بتاعها فين. يعني مثلا هو اختار هنا مين بريمتر واختار اللي بعدها كمان اللي هو المين وشوف الترو ديت اسطاتها هنا عشان تعرف ايه اسم الفيتشرز اللي اختاره في الجزء ده. طيب ده طبعا هو اختار عشرين في المية. فطبعا لو عاوز تزود النسبة اقول له مسلا انا عاوز تلاتين في المية. وتيجي ترن كده. طبعا لازم ترن السطر تاني عشان اه يحسبه يعني معك. فطبعا هيقول لك ايه? هيقول لك اه انا عاوز انا عندك دلوقتي خمسمائة ستين في اتنين. طيب ليه اتنين فيتشر? طبعا لانه انت دلوقتي حسابته على ايه? حسابته على التلاتين. حسابته على قلت له تلاتين في المية من الستة. طيب انا مش عاوز كده. انا عاوز تلاتين في المية من التلاتين كلهم. فلازم اقررني جزء الاولين كله. الجزء ده كده. نقول هنا كده. عشان يحسب على التلاتين. طيب عاوزين نشوفه كده. نشوف. طبعا هيطلع لك تسعة دلوقتي. ليه? لان التسعة دية هي نسبة فعلا اللي هي تلاتين في المية. وطبعا ما فيش حاجة اسمها تبانية ونص او حاجة زي كده. هو بيجيب القيمة الاعلى على طول. طبعا دلوقتي تسعة من التلاتين. دي تقريمة التلاتين في المية من ايه? من من التلاتين كله. طيب تعال نشوف المسال التاني. المسال التاني بيقول لي ايه? بيقول لي بدل مسلا ما اقول له آآ يعني بدل ما اعمل حاجة زي كده. بدل ما اعمل الفيت رانسفر من الوحدة هكده في حاجة زي كده. لأنا ممكن بعد الجزء ده على طوله اقول له ايه? اقول له دوت دوت فيت رانسفور. وقوم برضو كاتب ايه? مديله الفيتشر ومديله ايه? ومديله له. طبعا نشوفها كده في الجزء ده كده. فطبعا ده يصيغة بس عشان يعلمك ازاي بتستخدم الصيغة. فمسلا هو بيقول لك اللي هي النسبة بتاعتك. وبعد كده بتقوله دوت فيت رانسفورم ايكس واي. بدل ما تقوله هنا ايه? ايه? اكس نيو دوت فيت رانسفورم. فهي طبعا بتديك نفس الاوب بتاعك. طيب. تعال نشوف مسال تاني. اللي هو آآ آآ طبعا ده نفس الفكرة بس هو بيغير بس في القيمة بتاعت. طيب. وطبعا انت ممكن تفصل ما بين تعمل فيت الوحدة وتعمل آآ ترانسفورم الوحدة. فطبعا هي هيها. انك بتعمل آآ وتقول له بتاعك اللي هي بتاعتك بتساوي فطبعا انت ممكن تختصر الموضوع ده كله وتستخدم الحاجة اللي احنا قلنا عليها زي حاجة زي كده. اللي هي بتساوي اللي هي الجديدة بتساوي وتدي له النوع بتاعتك ايه? وعاوز نسبة اد ايه? او ممكن تفصلها على آآ سطرين بالشكل اللي انت شفت ده كده. فطبعا الشكل اللي رياحك تقدر تشغل بيه. طبعا بتاخد بعد ما بتاخد الوبجيكت ولو اسم الوبجيكت دوت في ترانسفورم تدول ايكس بيطلع لك برضو الايه? الاكس بتاعتك. طيب تعال نشوف النوع التاني يا شباب اللي هو بيسموه الجينريك يونيفيريت آآ سيلكت. طبعا النوع ده هو بدل ما بتديله بس النسبة انت بتدي له عدد براغمتر زيلي انت عاوز هد事 اه او عدد الفيتشورز موجود عندك. يعني انت بتقولوا طلع لي افضل موجود عندك وطلع لي منهم ايه? طلع لي منهم آآ ثلاثة فيتشور بس. وطبعا هو بتشتغل بالتكنيك بتاع يعني بدل بناشتعمل بالنسبة بيشتغل بالأبي ايه. بيشتغل بالعدد اللي انت بتوديه له. طبع تعال نشوف مثال. هنشوف مثال هو آآ سري بوينت وان ده. طبعا هو نفس المسال يعني هو بس آآ هنعدينا مثال اهو. ادي وعندنا طبعا احنا عارفين بتاعت في تلاتين. لو قلنا كده. هيقول لنا خمسمائة سعى سعى ستين في تلاتين. وهنستخدم بتاعنا اللي هو الجنريك يونيرفرييت آآ سليكت ونقول له قايا سكوير كي بس والبرامتر بتاعتك ده خمسة يعني عاوز خمسة مفيش هنا نسبة بقى. تب تقول له انا عاوز خمسة بس من التلاتين دول كلها. وبنعمل بعد كده نزفرهم بنديله العدد وبنديله الابوت وبعد كده عشان نشوف الشيب الجديد عامل ازاي فبنقول له هيقول لي ان الشيب الجديد بتاعك خمسمائة سعى ستين في خمسة. طيب عاوزين نعرف آآ انهي خمسة استخدمهم هنستخدم ايه? ونعمل كده هتطلع لنا اللي هي الحاجات اللي موجودة عندنا دي. طب عشان نعرف ان دي تبع مين ودي تبع مين? طبعا انت بتقول له آآ آآ بتستخدم اللي هو آآ. طيب. تعال نشوف النوع اللي بعد كده. ده ان هو ده ان هو النوع التاني. النوع التالب بقى شباب اللي هو بيسموه اللي هو الكيبست. طبعا يعني ده هي بس عملية حسابية مختلفة عن العملية التانية. فطبعا بتديله برضو الكيه لعدد المطلوبة. وبيتقول له اشتغل بالفانشن لها كاي سكوير. تمام? بس هي عملية حسابية بس متغيرة عن النوع التاني. وطبعا بيديك نفس ايه? بيديك نفس الاربوت اللي انت مفروض محتاجه. فطبعا ده مثال على على الارقام. ولو نجينا نشوف بتاع الارقام عامل ازاي? هيقول لي انت عندك الف وتسعمية سبعة وتسعين رو في اربعة وستين فيتشر. وهنا انا بقول له نعاوز بس تلاتين فيتشر من الاربعة وستين. واشتغل به الكاي سكوير. وبعد ما عملت الفيتر هنصر فهم اكس واي. فهنجي هنشوف الشيب الجديد بتاعنا عامل ازاي? هيقول لك انا طلعت لك الف وتسعمية سبعة وتسعين في تلاتين فيتشر بس. وطبعا عشان تشوف الفيتشرز دي بتستخدم اه اللي هو اه بتستخدم اللي هو وعشان تعرف برضو اه يعني ايه بتجيب ايه بتستخدم طيب تعالي نشوف النوع الرابع وهو النوع المهمة عندنا. بيقول اللي بقى لو انت انت عارف طبعا في مجموعة من المودلز كده في زي مثلا زي 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 اللي هو ماشين كلام اللي هو الكلاسيفاير كلام اللي هو الحاجات بتاعت نفسه. هنا الفكرة انك ممكن تستعيم بالمودل بالمودلز بتاعت عشان تجيب لك افضل بس يعني مش هستعين بها عشان يعمل لي لا. انا استعين بها عشان يا شو اخد التكنيك بتاعها اللي بيطلع افضل عشان اطلع اللي انا عاوزها بس منين من اللي عندي. طيب ممكن اطبق بعد كده على مودل تاني. يعني ممكن استخدم عشان اطلع مسلا افضل وبعد كده اطبقها مسلا على اطبق الفيتشور اللي طلع ديها على ما يطبقاش على مسلا الحاجة اللي انا استخدمتها عشان اطلع على جاية. طيب. فدي حاجة مهمة جدا يا شباة. وعندي ده المثال الصيغة العامة بتاعتي فابقوا لي مسلا فورم اسكلير دوت لينير مودل امبورت لينير ريجريشن. فطبعا هنا بيعمل امبورت لينير ريجريشن. ده طبعا نوع من الماشين ليرنينج بيعمل ريجريشن. تنبق يعني قياه معانا. وبتقول له زي سمودل بيساوي لينير ريجريشن. خد ابجكت من اللينير ريجريشن. والطريقة ازاي عشان استعين بيه المودل ده هو ان اطلع لي افضل في في الديتا اللي انا بديه له. بقول له ده بيساوي طبعا ده بتاعنا. وبتديله بتاعه اول عندك بتديله اسم المودل اللي انت خدت منه وبتقول له انت عاوز كام فيتشر ماكس فيتشر فطبعا ده بيستعين بيه المودل ده هو انو بياخد التكنيك ده وبيستعين ازاي ازاي التكنيك اصلا ده بيطلع افضل فيتشر وبرضو بيطبقوا عندك ويطلع لك افضل فيتشر زي عندك في المسال اللي انت عاوز. طيب تعالي نشوف مسال اللي هو اربعة بوين تو ده مسال مسلا نشغل على اللي هو وطبعا احنا اخذنا الكلاز اللي هو وعندنا نوع من المودل بتاعت اللي هو وعندنا اللي احنا نشتغل عليه اللي هو وطبعا عملت ل prostate cancer عملت دي بتاعتنا واضي بتاعتنا وطبعا عشان نشتغل على بتقوله اسم الابجيكت بيساوي اسم اللي هو وبتدي له اسم بتاعك اللي هو فطبعا ده انا خدت منه بدلا ما اخد يعني كذبت اسم وبديت له البرامتر زتاحته على طول وطبعا ده نوع من لو ما تعرفش الانواع ديت طبعا الحاجات ديت المفروض ده نوع من مستعين بي يعني عشان استخدم التكنيك اللي هو مستخدم فيه عشان اطلع لأفضل وبعد كده بقوله اه وبعد كده بقوله بساوي طبعا زي ما قلنا انا ممكن نخلي الاتنين مع بعض يعني بدلا ما اقوله ساطرين دول كده ممكن اقوله ايه ممكن اقوله ادي له ايه? ادي له الاكس. ادي له الواي. بس طبعا هقوله بالشكل ده كده اللي هو اه بالشكل ده كده. تمام كده يا شباب يعني ساطرين دول كده ممكن اعوضهم بالشكل ده كده. طبعا هاجي على الاسم ده كده وحطه هنا عشان يبياخد القيم يعني اللي تطلع ياخد جدا اللي هتطلع ويحطها في في وطبعا عشان عارف ايه اللي هو اختارها اعمل حاجة اسمها عشان يجيب لنا فمن خلالها بنعرف ايه اصلا اللي هو استعام بها عشان ياخدها عنده في الالجوريزم. تمام كده يا شباب? طيب. طبعا انا عارفين ان ان فيها تلاتين عشان نشوف بقى الجديدة هم كان اصلا فبنقوله ايه هنا? فممكن نقوله هنا اللي هو ديت. عشان نشوف بس اللي هو طلح عندنا طبعا هيقول لك الكمسومة تسعة وستين في عشرة يعني هو طلع بس عشرة من التلاتين كلهم اللي احنا كنا بدخلهم في البيغنامج عندنا. تمام كده يا شباب? ارجو ان احنا دلوقتي نكون وصلنا لحاجة كويسة. كده بس عملنا شوية للديتا. عملنا بنزبط في ديتا بتاعتنا لحد دلوقتي بنعمل المرة الجاية ان شاء الله هنعمل حاجة اسمها ان نفصل نفصل بتاعتنا الى يعني طبعا عندنا مثال زي ده كده. انت لازم تدخل جزء من الديتا دي كلها يتعامل بقى وجزء تاني تعمل بتاعتك عشان تحكم على بتاعتك وعشان تحكم على الموديل بتاعك. فده طبعا الفيديو الجاية ان شاء الله هنتكلم عن ازاي بنعمل بعد كده لو عندنا جزء تاني بعد كده بعد الجزء ده ازاي بقى هنشتغل على الموديل بتاعنا اللي هو عشان نخش بالصميم بتاعنا. ده الجزء اللي احنا المفروض نتكلم عنه. شكرا يا شباب وان شاء الله آآ نشوفكم في الفيديات الجاي.